مجلس الإدارة الخامس الحقيقة اللي كانت محتاجة كفاءات إدارية ليكتمل دولاب العمل الإداري والإدارة التنفيذية بعد ما انتهت اللجنة إلى مجموعة من القرارات واختيار عدد من الكفاءات الإدارية هنقول لحضراتكم عليها لكن الحقيقة كان فيه عمل مضني ودقوب على مدى شهرين تقريبا تم تشكيل لجنة للنظر في هذه التعيينات كانت برئاسة السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي وعضوية الأستاذ إبراهيم الكفراوي والدكتور مهند مجدي بالإضافة طبعا إلى أمين الصندوق السيد الأستاذ خالد الدرندالي الحقيقة أعلن عن الأماكن الشاغرة في الفروع المختلفة في النادي الأهلي وتقدم عدد كبير لطلب شغل هذه الأماكن وصل إلى 55 متقدم لشغل عدد 6 أماكن الحقيقة أنه تم دراسة السيارة الذاتية للمتقدمين وتم عمل مقابلات شخصية ليهم بمعرفة اللجنة وتم تصفيتهم إلى 18 شخص بعد ذلك تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وانضم لها السيد المهانس خالد مرتجي أكبر أعضاء مجلس إدارة سنن والمدير التنفيذي السيد محمد مرجان بالإضافة للجنة القديمة وعرضت الحقيقة للسيارة الذاتية للـ 18 مرشح على هذه اللجنة وبالتصويت وطبقا لضوابط ومعايير دقيقة جدا تتفق وتتسخ مع الوظائف المتقدم لشغلها تم الاستقرار على التعينات اللي هنقولها لحضراتكم دلوقتي وجدير بالذكر أيضا أنه كان هناك قسم للأمن الصناعي في النادي الأهلي تم تطويره ليصبح إدارة كاملة نظرا لأن النادي الحقيقة مقدم على مرحلة كبيرة من الإنشاءات وعملية التطوير في المقر الرئيسي وفي الفروع المختلفة وبالتالي هذه الإدارة سيكون لها دور كبير جدا في المرحلة المقبلة وتم اختيار أيضا شخص له باع طويل وخبرات في هذا المجال قبل أن نقول لحضراتكم أيضا هذه القرارات وهذه التعينات الحقيقة أنه في سابقها هي الأولى من نوعها داخل الأندية المصرية مجلس الإدارة الحقيقة والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة كلف مدير النادي الكابتن محمد مرجان بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات تكون برئاسته وعضوية مدير الفروع اللواء حسن مسعود مدير مدينة نصر والمدير الجديد للشيخ زايد اللي هو تم اختياره اللواء محمود الفشاوي وده كان أول القرارات اللي تم اتخذها باقي القرارات بالإضافة للواء محمود الفشاوي اللواء محمود طبعا عنده خبرة عريضة وعنده سابق تجربة مهمة في النادي الأهلي في أكتر من مجال تم تعيين اللواء عماد فوزي حنة مدير لأمن الشيخ زايد واللواء عماد الحقيقة له سيرة ذاتية مطولة كان ضابط مباحث جنائية ومدير أمن الوادي الجديد وعمل في مباحث الجنائية بالقاهرة لمدة 14 سنة ويتمتع بخبرات الحقيقة وتاريخ مهم جدا في مجال العمل البحسي والجنائي وتولى مهام فرع أو مهام مدير أمن النادي بفرع الشيخ زايد أيضا تم تعيين الأستاذ نوبي أبو زيد مديرا لخدمات فرع النادي بالشيخ زايد تم تعيين الأستاذ وليد أمين عباس مديرا للصالة الرضية أو للجم اللي موجود أيضا في فرع الشيخ زايد فيما تعلق بالجزيرة تم تعيين الأستاذ خالد مرسي عبد الحافظ مديرا لمقر الجزيرة خلفا لكابتن هاني عبد المنان إذن الأستاذ خالد مرسي عبد الحافظ هو مدير مقر النادي في الجزيرة الأستاذ محمد الألفي مدير خدمات النادي الأهلي بالجزيرة الأستاذ محمد الألفي مدير خدمات النادي الأهلي بالجزيرة أما العميد على صلاح الدين فتم تعيينه مديرا لأمن الجزيرة العميد على صلاح الدين مدير أمن الجزيرة الأستاذ أحمد محمد عوض تم تعيينه مديرا للجيم بالجزيرة والأستاذ محمد أحمد حسن داود نائب لمدير الجيم ثاني نقول الأستاذ أحمد محمد عوض مديرا للجيم والأستاذ محمد أحمد حسن داود نائب لمدير الجيم كمان تم تعيين الأستاذ محمد فتحي حمزة مساعد مدرب بالنادي وإدارة الأمن الصناعي اللي قلنا لحضراتكم عليها العميد ناصر أبو زيد والعميد ناصر حي عنده خبرة كبيرة في هذا المجال وهيكون منوط بتشكيل هذه الإدارة اللي هيكون عندها مهمة كبيرة جدا في المرحلة المقبلة نظرا لأن النادي مقبل على نشاط كبير يتعلق بالإنشاءات وتطوير الفروع المختلفة والمفترض أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يبدأ العمل في غضون أيام قليلة بعد مؤتمر صحفي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يعلم فيه عن المقترح والمدة الزمنية والأولوية والأسباقيات الخاصة بهذه الأعمال سواء في الجزيرة أو في مدينة نصر أو في الشيخ زيت حضراتكم عارفين كمان أن مجمع حمامات السباحة في مدينة نصر كان بلا مدير فتم تعيين الكابتن طارق الصغير مديرا لجهاز الغطس وقائما بأعمال مدير مجمع حمام السباحة بمدينة نصر إذن الكابتن طارق يعني منوط به الحياة مهمتين في منتهى الأهمية هو مدير جهاز الغطس وقائم بأعمال مدير مجمع حمامات السباحة بمدينة نصر وأيضا الحقيقة أن الكابتن طارق من الكفاءات الإدارية وأبناء النادي المتميزين وعنده سيرة ذاتية تشهد لي وحسن خلق وعلاقة طيبة بكل العاملين في المجال أخيرا الأستاذ ماجد سليم هو مدير خدمات مدينة نصر الأستاذ ماجد سليم مدير خدمات مدينة نصر في النهاية بنؤكد مرة تانية أن الحقيقة مجلس الإدارة استحدث طرق علمية ومنهجية سواء في طريقة الإعلان عن الوظائف أو في طريقة التقدم لها أو في طريقة فحص المرشحين وفحص سيارهم الزاتية وسابق أعمالهم بالإضافة إلى المقابلات الشخصية التي تمت مع اللجنة المشكلة برئاسة السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي ثم تم العرض على لجنة أخرى بعد أن تم تصفيت عدد المتقدمين من 55 إلى 18 شخص على لجنة برئاسة رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب وتم توسيع الدائرة ليتم اختيار المتقدمين من بين الحقيقة هذا العدد الكبير بنتمنى كل التوفيق للزملاء الجدد في مهامهم خصوصا للنادي الأهلي مقبل الحقيقة على مرحلة مهمة جدا من تاريخه تتعلق بتطوير كبير والحقيقة غير مسبوق في الفروع الثلاثة وإنشاء الفرع الرابع في التجمع الخامس إضافة إلى المدينة الرياضية المزمع إن شاء الله ودائما الأهلي فوق جميع أبنائه نشكر حضراتكم نتمنى المجلس الإدارة والزملاء الجدد كلهم في موقعه التوفيق بإذن الله شكرا لحضراتكم